فاقم إعلان ميليشيات سوريا الديمقراطية بدء معركة استعادة الرقة من داعش في سوريا بدعم الولايات المتحدة ومن دون مشاركة تركيا فاقم الفجوة بين واشنطن وأنقرة حيث كان الشرط الأساسي لتركيا للتنسيق مع التحالف بقيادة واشنطن هو إبعاد الأكراد عن الحوار وحتى المواجهة تطور وكب زيارة مفاجئة لرئيس أركان الجيش الأمريكي جوزيف دانفورث إلى أنقرة وفرض نفسه على أجندتها لمناقشة هذا الموضوع معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي أوكتاي يلمز ومعنا من دبي المتحدث بسم حركة المجتمع الديمقراطي شيفان خابوري وذكركم مشاهدين أنه بإمكانكم أيضا المشاركة معنا من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بدايفي أستاذ شيفان سأبدأ معك مساء الخير بداية إعلان لافت اليوم لقوات سوريا الديمقراطية عن بدء تحرير الرقبة سمية بعملية غضب الفرات بداية من الذي سيشارك هذه القوات بريا في هذه العملية التي بإجماع الكل عملية معقدة وصعبة وربما إذا كانت عمليات الموصل صعبة فهذه ربما تكون عشرة أضعاف الصعوبة كيف يمكن لقوات سوريا الديمقراطية وحدها أن تحقق هذا الهدف العسكري نعم أخ مهند في البداية دعني أستنكر وبشدة الانتهاكات والتجاوزات والخروقات التي تقوم بها قامت بها السلطات التركية والتي كانت مؤخرة نهايتها اعتقال مجموعة من البرلمانيين والقيادين من حزب الشعوب الديمقراطي والتي نستطيع أن نلخص بأن تركيا هنا تقول للعالم أجمع بأنه لا مكان ولا وجودة للديمقراطية لدينا ومن يقالب بالديمقراطية والفرية سيكون مصيره الاعتقال وهذا بحد ذاته بمثابة خنجر في ظهر الديمقراطية التي يطالبها الشعب في تركيا سأخصص ربما وقت لهذا الموضوع في وقتنا لاحق ماذا عن عمليات غضب الفرات؟ بالنسبة لعملية غضب الفرات اليوم قوات سوريا الديمقراطية أعلنت عن حملة تحرير الرقة تحت مسمى غرفة عمليات غضب الفرات وهذه القوات مؤلفة من مجموعة من الفصائل الثورية العسكرية كمثلا لواء أحرار الرقة ولواء شهداء الرقة ولواء التحرير ووحدات حماية الشعب يفق ووحدات حماية المرأة والمجلس السرياني العسكري وقوات الصناديد ومجاميع أخرى أيضا مثل كتيبة شهداء حمام التركمان وغيرهم جميعهم متفقين ومستعدين وقد بدأوا بهذه الحملة منذ البارحة وقوام هذه القوات حسب المعلومات التي وردتنا حتى الآن أكثر من ثلاثين ألف مقاتل جميعهم ينضوون تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية الذي أغلبهم من أهالي مدينة الرقة والمناطق المجاورة لهذه القرى طبعا هذه الحملة حتى الآن استطاعت استرجاع العديد من القرى واستطاعت التقدم نحو مدينة الرقة بعشرات الكيلومترات طيب سأنتقل إلى دبي عفوا إلى استنبول معنا من هناك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أكتاي يلمز أستاذ يلمز مرحبا بك معنا من جديد تركيا كانت حذرت في الماضي من أنه لا مكان لمشاركة الأكراد في أي عمليات لاستعادة الرقة ها هم وحدات أو قوات سوريا الديمقراطية تعلن عن انطلاق هذه العمليات ماذا ستفعل تركيا نعم تحياتي بداية أستنكر كلام طيفك عن الشأن الداخل التركي يبدو أنه من أحد الجميع التي ينتم إليها أحد أذرع الممال الكردستان الإرهابي الناشطة في المنطقة يعني صحيح تركيا تقول عن أي إرهاب تتحدثوا أنتم تتحدثون الحرية في الداخل التركي تركيا ترفض ضرب الإرهاب بالإرهاب نعم نعم تركيا حقيقة ضد ضرب الإرهاب بالإرهاب أو ضرب التنظيم الإرهابي بالمنظمات الإرهابية الأخرى مثل ما تسمى بوحدة حماية الشعب أو الغطاء التي تسمى بقوات سوريا الديمقراطية ولذلك أبلغت إلى الجانب إلى الولايات المتحدة أنها لن تشارك في أي عملية لتحرير الرقة تشارك فيها مثل هذه المنظمات الإرهابية ولذلك اليوم رئيس الأركان الأمريكي في أنكرة طبعا كانت هناك مباحثات بين الطرفين سيكون للتركيا الولايات المتحدة تريد أن تكون للتركيا دور فعال في هذه العملية ولكن بنفس الوقت طبعا منذ الفترة تستفيد من الميليشيات الكردية في الأرض في محاربة تنظيم الضعيش يعني هناك محاولة للولايات المتحدة لإيجاد حل وسطي ربما هذا أولا ثانيا ما نتحدث عن عملية تحرير الرقة الآن نحن ليست هذه عملية تحرير الرقة ربما عمليات انضلاق عمليات هي سميت عمليات لعزل الرقة كما وصفها الجانب الأمريكي نعم نعم بالطبع عمليات العزل بالطبع عمليات عزل الرقة وستأخذ وقتا أطول بكثير لأنها عملية معقدة وفيها مشاكل فيها صعوبات ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنجح أو أن تقود هذه العملية فقط مع الميليشيات الكردية ولذلك تحتاج إلى أن تكون هناك دور تركي فعال وكذلك تركيا تريد يعني تركيا اقترحت على الفلاد المتحدة القيام بهذه العملية أن تكون مشتركة بين تركيا والفلاد المتحدة بمشاركة الجيش الحر وقالت أنها تستطيع تحرير الرقة دون إشراك مثل هذه الميليشيات المتطرفة ولكن كما قلت هناك خلاف بين الفلاد المتحدة وخلاف كبير على ما يبدو سيد أكتاي في هذا المجال تركيا تقول كما تقول حضرتك لا تحتاج لهذه القوات لتحرير الرقة الجانب الأمريكي يقول حسب تصريحات صحفية لوكالة فرونس بريس يقول من المسؤول الأمريكي الكبير قوات سوريا الديمقراطية هي الشريك المؤهل أكثر من سواه للقيام بعملية عزل الرقة بسرعة يعني واضح أن الجانب الأمريكي على الأقل له ثقة كبيرة في قدرة هذه القوات يعني كما قلت ربما ستشارك هذه الميليشيات الكردية في عملية عزل الرقة وليس لعملية تحرير الرقة أما عملية تحرير الرقة لا أعتقد سوف لن تكون لها دور لهذه الميليشيات المتطرفة يمكن للولايات المتحدة والتركيا والجيش الحر تحرير هذه المدينة العربية لأن في الحقيقة سيد الكريم هذه الميليشيات التي تسمى بوحدة حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية لا شيء ليس لها وجود يعني الفلاة المتحدة تقود وتنظم وتدرب وتمول هذه الميليشيات وتتقدم لها طعما كبيرا جدا طعما جويا قطاءا جويا وكذلك تسليحا وماذا عن إرهاب درع الفرات وماذا عن إرهاب ميليشيات درع الفرات في جرابلس والاتهاكات التي تخمون بها من الذي يدعمها لكانت الجيش الحر استطاعت تطهير هذه المناطق لأن هذه الميليشيات لما تحرر أي منطقة تقوم بتطهير إرقة ضد السكان هذه المنطقة من العرب من التركوان أو من المكونات الأخرى طيب وضع الصورة أستاذ أكتاي خلينا نسمع جواب من أستاذ شيفان إذا سمعتني نعم تقديم هذه الميليشيات نعم شيفان سيد أكتاي يقول أولا هذه القوات قوات سوريا الديمقراطية لن يكون بمقدورها تحرير الرقة ربما لها دور الآن في عمليات العزل ولكن في المستقبل لن تكون مؤثرة ولن تكون فاعلة ويجب أن يكون هناك دور تركي فعال في عمليات التحرير كيف تعلق على ذلك؟ أف مهند فقط للتنويه بالنسبة لتركيا واستيائها من هذه القوات أو من هذه الحملة نستطيع أن نترجمها على الشكل التالي فمثلا عندما دخلت جيش الاحتلال التركي إلى سوريا واحتل مدينة جرابلوس وسعى إلى التمدد نحو الباب يجب أن نقف عند هذه النقطة لماذا دخل جيش الاحتلال التركي بتلك الظروف بالذات وتلك الفترة الزمنية بالذات إلى جرابلوس ولماذا يسعى إلى التمدد نحو الباب فيجب اليوم أن يعرف جميع المشاهدين والعالم حقيقة هذه الحركة التي قامت بها تركيا ألا وهي تأخير حملة تحرير الرقة ألا وهي كسر إرادة الشعب الكردي والعربي وجميع المكونات في روج آفا ألا وهي دعم لتنظيم داعش الإرهابي كي لا ينتهي دور هذا التنظيم في سوريا كونه اليوم تنظيم داعش الإرهابي محصور في مدينة الرقة فقط وهو يقول بأن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية ميليشيات إرهابية وما شابه ذلك هذه القوات اليوم المدعومة من التحالف الدولي والعربي عشرات الدول العالمية تدعم هذه القوات واليوم السيد الضيف يقول بأنها قوات إرهابية إذن إذا كانت هذه القوات إرهابية فماذا عن قوات درع الفرات الميليشيات درع الفرات التي دخلت جرابلوس ومارست الانتهاكات العرقية وطائفية بحق الشعب وطهرت المنطقة وغيرت من ديمغرافيتها ماذا عن تلك الانتهاكات؟ على الأقل قوات سوريا الديمقراطية هم سكان المنطقة هم كرد وعرب وسريان مسيحيين آشوريين أبناء المنطقة يريدون أن يحرروا مدينتهم من دنس إرهاب داعش الذي يمكن أن نعتبره الحليف لتركيا الحليف السري لتركيا تركيا اليوم لا تريد أن ينتهي دور داعش في المنطقة لماذا؟ فكل المؤشرات وهناك إثباتات كثيرة كانت تقول بشكل مباشر أو بغير مباشر أن تركيا كانت تدعم تنظيم داعش الإرهابي وعملية تحرير جرابلس أيضا يجب أن نوضحها كانت عملية تسليم وأستلام بين طرفين فماذا يعني أن قوات درع الفراد ميليشيات درع الفراد دخلت بليلة وضحاها حررت المدينة بشكل كامل بينما ضيفك يقول بأن الرقة معقدة ولا نستطيع أن نحررها بيوم أو ضحاها لماذا تحررت جرابلس بيوم ويومين ولماذا لا تتحرر الرقة مثلا؟ لا الموضوع المعقد أكثر في الرقة فيما يتعلق بوجود داعش شيفان كما تعلم جيدا أخ مهند قوات سوريا الديمقراطية بالتأكيد موضوع رقة معقد وتحتاج إلى إمكانيات عالية ولكن قوات سوريا الديمقراطية تشكلت بالأساس هل برأيك يجب أن يكون هناك دور لتركيا في عمليات تحرير الرقة؟ مطلقا تركيا هي دولة محدلة لسوريا وتركيا عند دخولها مجرد دخول الجيش الاحتلال التركي إلى سوريا هذا بمثابة خرق دولي يجب أن تحاكم وتحاسب تركيا على أساسه يجب أن يخرج الجيش التركي الاحتلال التركي اليوم تركيا دخلت جرابلس ووضعت أعلامها في قلب مدن سوريا وهذا خرق دولي كون سوريا دولة لها سيادتها في النهاية ونحن عندما نقول قوات سوريا ديمقراطية هذه قوات هي قوات سوريا استفام كثيرة هذه الأيام شيفان كما تعلم جيدا لأنه لم يبقى هناك قوة لا إقليمية ولا دولية إلا ولها وجود على الأراضي سوريا هناك فرق كبير عندما تطلب الحكومة أعلم هذا ما تريد أن تقوله هناك فرق كبير طبعا هناك فرق كبير بين أبناء المنطقة حين يحملون السلاح هذا شأن داخلي بين أبناء سوريا والحكومة السورية أما تأتي دولة وتحتل جزء من الأراضي دولة ثانية فهذا يعتبر خلق دولي وهذا غير جائز ويجب أن تحاكم وتحاسب تركيا عليه وتخرج بأسرع وقت من مدينة جرابلس وباقي المناطق المجاورة لجرابلس أما إذا كانت تركيا أولا تركيا دولة احتلال كما يقول شيفان ويجب عليها الخروج بأسرع وقت ممكن ولا دور لها مطلقا في أي عمليات لطرد داعش من الرقم ما رأيك في ذلك؟ نعم بالأسف الشديد كل كلامه يخالف الحقيقة ولا يعقس البقاء إذا كانت تركيا دولة محتلة وما إذا كانت البلاد المتحدة التي تمد هذه الميليشيات الإرهابية بالسلاح وبالمال وتقودها وتنظم حركاتها وتمكنها من السيطرة على الأرض إذا كانت علم الترك مرفوض في سوريا ولماذا لجوا إلى ظل علم الفلاد المتحدة في مدن سوريا؟ ولماذا أنتم كتركيا أعطيتم قاعدة أنجرليد للأمريكان؟ التدخل التركي مطلوبا ألم انتجوا إلى تركيا للتدخل لمحاربة تنظيم ضعيش؟ ألم يكن كانوا يضالبون التركيا بمحاربة تنظيم ضعيش؟ والآن تدخلت تركيا وطهرت وحررت جميع مناطق حدودها من هذا التنظيم الإرهابي؟ لماذا يزعجه تحرير تركيا مناطق الحدود من هذا التنظيم الإرهابي؟ لا ولكن سؤال أستاذ أكتاي العمليات التي انطلقت ضد التنظيم أسمح لي بس شفان خلينا أسأل سوريا أنجرد تنظيم التعيش من الاستماع على مرات السورية عندما تحتاج أستاذ أكتاي أستاذ أكتاي خلينا أسألك هذا السؤال قبل أن ينتهي الوقت يهتم بوحدة السورية هؤلاء الانفصالين دعني أسألك هذا السؤال قبل نهاية الوقت معلش أستاذ أكتاي هؤلاء أعضاء وحدة السورية هؤلاء الانفصالين ماشي دعني أسألك سؤال الآن تركيا ترى أن دورها أساسي وملح وضروري لطرد داعش من سوريا ومن العراق أيضا طيب العمليات ضد داعش انطلقت قبل ثلاث سنوات لماذا لم تكن تركيا متحمسة لهذه الدرجة لطرد داعش من سوريا ومن العراق تركيا كانت متحمسة وتركيا كانت تقول لابد من أن تكون هناك حل جزري أي استهداف النظام القاتل مع تنظيم الداعش مع استهداف ضرورة الاستهداف جميع المنظمات الإرهابية ولكن ماذا فعلت الولايات المتحدة أيدت وساندت المنظمات المتطرفة الميليشيات الكردية في محربة التنظيم الداعش هذا أولا ثانيا تركيا ماذا فعلت أقامت معسكر تدريب في العراق في موصل في باشيقة لتدريب أهالي الموصل لتحرير بلادهم الآن هؤلاء بالألوف يحاربون لتحرير مناطقهم وفي السورية وفي السورية تركيا يعني انضمت انضمت إلى التحالف الدولي فتحت جميع قواعدها العسكرية للتحالف الدولي وقامت بمحاربة تنظيم الداعش وليس تنظيم الداعش فقط لأن الخطر يعني ليست المشكلة في سوريا فقط تنظيم الداعش هناك نظام قاتل هناك منظمات إرهابية مثل البايدة مثل العمال الكردستاني مثل هذه الوحدات التي تسمى بحماية الشعب وكذلك تنظيم الداعش والآن تقوم تركيا ودخلتها إلى مناطق روش آفا مناطق شيفان دعني أسألك سؤال قبل أن ينتهي الوقت وتحارب الإرهاب في دول إقليمية مجاورة عليها في البداية أن تصفي مشاكلها وأزمتها الداخلية اليوم تركيا تمارس أبشى أنواع الدكتاتوريات بحق شعبها طيب أعتقد هذه المطأم ضغطها شيفان في بداية الحوار دعني أسألك عن مقال المسؤول الأمريكي داخلي كنت تقول أن هذا الشان الداخلي وما لك بالشان الداخلي خلينا من الشان الداخلي الآن أستاذ أكتا وإستاذ شيفان هي سلسلة كيف سأطالب بديمقراطية دول الجوار في عندي وقت قدير متبط أرجو أن أجيبني على هذا السؤال اليوم تركيا تحاولت إلى نظام دكتاتوري وهذه حقيقة شيفان لدي دقيقتين أريد أن تجاوبني على هذا السؤال المسؤول الأمريكي الذي قال أنه سنسعى إلى عزل الرقة وأن قوات سوريا الديمقراطية هي الشريك المؤهل أكثر من غيره أيضا يقول نواصل العمل مع شركائنا وحلفائنا لاتخاذ القرار فيما يتعلق بمن سيبقى في الرقة بعد تحريرها لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية داعش طيب للأفرد الآن طرد هذا التنظيم من الرقة وكان لقوات سوريا الديمقراطية دور أساسي من الذي سيبقى في الرقة بالتأكيد أهالي الرقة سيحكمون مدينتهم وسيحافظون عليها وهذا ليس بشيء جديد فإذا رجعنا إلى الوراء قليلا مدينة الأبيض عندما حررتها قوات سوريا الديمقراطية تشكلت هناك مجالس عسكرية ومدنية يقومون بإدارة المدينة وأيضا في منبج نفس العملية عندما تحررت مدينة منبج وحدات حماية الشعب والمرأة تراجعوا وبقيت المدينة تحت إشراف المجلس منبج العسكري ومجلس منبج المدني أيضا ومجالس عدة يديرون هذه المدينة وهذا هو الشكل الديمقراطي والمشروع الديمقراطي الذي نقوم به كإدارة ذاتية ديمقراطية وأيضا هذا الشكل وهذا الوعد الذي تقوم به قوات سوريا الديمقراطية فليس هناك أي مشروع بأن تذهب قوات كردية وتسيطر على رقة بعد تحريرها هذا مفروغ منه هذا الكلام لكن فقط أيضا فقط جملة استرزوكتاي جملة سريعة قبل أن نختم لو سمع اسمح لي فقط يلا بسرعة فقط نعم لا يمكن أن يأتي لا يمكن أن يأتي التنظيم الاستبدادي الإرهاب بالديمقراطية في المنطقة تيل أبيض كانت مدينة عربية تم قام هذا التنظيم الاستبدادي بتطهير عرقي ضد العرب والعرب متفقين ما شأنكم شكرا على هذه المدينة ويمارس إشارة الإرهاب والإشارة النقطة وعرب أنتم نحن تركيا ستقاح لميها ذي العربية وهذا لن ينجح ندع وقنا جماعة نحن شكرا جزيلا لضيفنا من أسطنبول الأزداد وكتاي يلمز الكاتب والباحث السياسي شكرا له شيفان خبوري شكرا لك من دبي شيفان المتحدث باسم حركة المجتمع الديمقراطي شكرا لك شكرا شكرا لك